داب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أمل تصعب داب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أمل تصعب والقلب والسماء إلا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه مشاهدين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي امي سي من الساحل الشمالي من أمام البحر الأبيض المتوسط من مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع على أرض الكنانة مصر حفظها الله تبارك وتعالى اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى نسألك فلا تردنا خائبين فلا خاب من أنت مولاه اجعل اللهم مصرنا في أمانك وضمانك ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء اللهم وفقنا دوما لما تحب وترضى وخذ بنا واصينا للبر والتقوى واهدنا بهداك واجعل عملنا كله في رضاك ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين اللهم آمين آمين مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية آية من آيات ربنا ونعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ثالث صورة في القرآن اسمها آل عمران أول صورة الفاتحة ثاني صورة البقرة ثالث صورة آل عمران في آخر آل عمران نقرأ قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب عبادة عظيمة من العبادات وأمرنا النبي بها عبادة اسمها التدبر التفكر ربنا يا حضرات له كتابين كتاب مصطور وكتاب منظور كتاب مصطور اللي هو المصحف الشريف كتاب مصطور في سطور بنقرأه ونتعبد بتلاوته بتاخد على كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها يعني كل حرف عشر حسنات والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ده كتاب الله المصطور فيه بقى كتاب الله المنظور إيه كتاب الله المنظور الكون آيات ربنا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها آيات ربنا في الكون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير تعالوا نتدارس تلك العبادة العظيمة عبادة التأمل عبادة التفكر عبادة التدبر لآيات لأولي الألباب يا شوف سبحانك يا رب شوف البحر الأبيض المتوسط شوف الجمال يا أخي شوف الإبداع شوف الألوان شوف ميت ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكله منه لحمة طرية أنت متخالي يعني إيه سخر البحر عارف البحر ده لو مش مصخر لنا كنا غرقنانا والزملة دلوقتي لو مش مصخر لنا بس ربنا سخره لنا وهو الذي سخر البحر ليه؟ لتأكله منه لحمة طرية الأسماك ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام الجوار دي اللي هي السفن يعني تجري بأمره تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق لا يعلم الله إلا الله ليس كمثله شيء كل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى شوف يعني لما بنتفكر في آيات القرآن وبنتفكر في خلق الله بتجد حاجات عظيمة أوي إيه هي الحاجات العظيمة دي تعالوا نعرفها مع بعض بعد ذلك الفاصل بمشيئة الله تبارك وتعالى ابقوا معنا أكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الأكارم أجددوا لحضراتكم التحية من العالمين الجديدة من أمام البحر الأبيض المتوسط من أرض الكنانة مصر حفظها الله تبارك وتعالى بنتكلم عن عبادة عظيمة اللي هي عبادة التأمل عبادة التفكر عبادة التدبر لآيات لقول النهى ده حتى برنامجنا اللهم صلي على الحبيب النبي اسمه لعلهم يفقهون شوية مية على المشي جدا بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا له يا رسول الله إننا نركب البحر إحنا بنسافر وبنركب البحر بيتحركوا من مدينة إلى مدينة أخرى نتوضى من ميت البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته مية البحر طهرة مية جميلة سبحان الله العظيم المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه سبع أنواع من المية يا حضرات تتوضى بيهم ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين العين اللي تفجرت من الأرض وفجرنا الأرض عيونا كمان مرة ماء السماء وماء البحر وماء النهر زي نهر النيل وماء البئر زي بئر زمزم وماء العين وماء السلج وماء البرد آه مية البحر إيه إيه ماء السلج وماء البرد ماء السلج يا حضرات هو ما نزل من السماء مائعا ثم تجمد طب وماء البرد هو ما نزل من السماء متجمدا ثم ماع السماء بتنطر تلج أو التلج اللي نزل ده اسمه البرد وجاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وإحنا بندقل الميت اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد فمن العبادات الجميلة اللي ما ينبغي ان احنا نغفل عنها أو ننساها أو نتناساها عبادة التأمل وعبادة التدبر عبادة التفكر ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن لآيات لأولي النهى لأولي الألباب لقوم يتفكرون أفلا يتدبرون القرآن فاتفقنا انه عندنا كتابين ربنا له كتابين كتاب مصطور اللي هو القرآن الكريم وكتاب منظور اللي هو الكون لما تخرق بقى عن الكون بقى في القرآن اللي ربنا أمرنا ان احنا نتدبر الكون قال ايه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر ربنا بيعلمنا النظر في الكون تقرى كمان حاجة في القرآن جميلة اوي الالوان ما احنا عارفين ان ربنا جميل يحب الجمال فتلاقي الالوان الذكرت في القرآن بعض الالوان يعني اول لون الذكر في القرآن ايه اللون لا صفر تقرى مثلا في صورة البقرة قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين شوف كلمة تصر دي شوف لما تبص للبحر كده والله العظيم سبحانك يا رب تصر العين برؤية هذا الابداع ابداع الخالق سبحانه وتعالى تقرى الوان اخرى في القرآن مثلا زي اللون الاخضر شوف ازاي فاخرجنا منه خضرا النباتات تقرى في اهل الجنة ويلبسون ثيابا خضرا من سندس تقرى مثلا في القرآن الكريم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابيب سود او يبقى فيه اسود فيه احمر فيه ابيض جميل يبقى القرآن امرنا بالتدبر والتفكر وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا التدبر والتفكر عشان كده انا بصور حلقة لعلهم يفقهون من امام اية من ايات ربنا البحر ده انتو عارفين حضراتكم انه اربع اخماس الكرة الارضية شوف الكرة الارضية يقده ايه بقى شوف ازاي الكون العظيم ده الارض الكبيرة ديت اه اربع اخماس الكرة الارضية مية ياه اربع اخماسها مية اه شوف المية دي فيها ايه بقى شوف المخلوقات اللي في الماء واخد بالك وان من شيء الا يسبح بحمده اقول لكم بقى على مفاجأة بقى مفاجأة البحر ده البحر لا بيض المتوسط فيه كائنات قد ايه تقولي لا كتير جدا فيه انواع اسمك قد ايه ايه اوه لا ملايين طب الاحجام تقولي يا الاحجام كتير اوي يعني ده ده فيه الحتان الزرقاء الحوت يصل وزنه مية وخمسين طن مثلا يعني ممكن طوله يتجاوز التلاتين متر عمارة كبيرة اوي سبحان الله العظيم ايه رأيك بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء انتوا اخدين بال حضراتكم ان احنا النهاردة في لعلهم يفقهون واحنا امام البحر الابيض المتوسط واحنا بنتكلم في الدين والشرع وقال الله وقال رسول الله وانا تدارس العلم ان السمك اللي جوه ده السمك اللي في المية دي بيستغفر لنا ده حتى الحيتان في المية النملة في جحرها بتستغفر للعالم ان العالم لا يستغفر لو من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك يا ارحم الراحمين نلتقي بحضراتكم مشاهدين الاكارم بمشيئة الله بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا اكرمكم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مشاهدين الاكارم اجددوا لحضراتكم التحية من خلال برنامجكم لعلهم يفقوون على قناتكم دي امي سي من مدينة العالمين الجديدة من امام البحر الافيض المتوسط كنت بتكلم مع حضراتكم في عبادة التأمل اية من ايات ربنا من ايات ربنا اللي المؤمن بيتفكر فيها البحر وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل الصحابة سألوا سيدنا النبي عن البحر قالوا يا رسول الله اننا نركبه البحر رقم واحد ينفع نتوضى منه فقال هو الطهور وماءه طبعا ميت البحر طاهرة تتوضى منها النبي اضاف ليهم حاجة كمان على مسألة الوضوء من ماء البحر قال هو الطهور وماءه الحل وميتته يعني ايه كل اللي طالع كل اللي طالع من البحر الاسماك اللحم الطري اللي خارج من البحر يتاكل حتى لو مات وحلت لنا ميتتان ودمان انت عارفين ان الدم حرام حرمت عليكم الميتته والدم يبقى الميتة اكلها حرام والدم حرام بس في ميتتين حلال وحلت لنا ميتتان ودمان وفي دمان حلال ايه هما بقى السمك والجراد دول يتاكلوا يعني ما فيش سمك هتلاقيه مثلا مكتوب عليه ذبحة على الشريعة الاسلامية هو حلال تروح تجيب السمك مجمد وتاكلوا عادي حلال السمك والجراد طب والدماء ألوى الكبد والطحال انتوا عارفين ان الكبد تجمع دموي اذا التدبر والتأمل في خلق الله البحر ده عالم عالم عظيم مملكة فيها الاسماك بمختلف انواعها وبعدين ايه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ازاي بحر له خصائص وصفات يلتقي مع بحر له خصائص وصفات وبينهم برزخ يعني منطقة فاصلة كل دي مية فانت عندك ثلاث انواع بحر رقم واحد وبحر رقم اتنين وبينهم منطقة اللي هي رقم ثلاثة كلها مية السمك ده ما بيجيش هنا والسمك ده ما بيجيش هنا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى ودي عبادة عظيمة يا حضرات علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة النبوية المباركة اتلاحظوا انه قبليها كان بيطلع الى غار حراء غار حراء ده تقعد فيه ده تبقى شايف الكعبة طب بيعمل ايه النبي بيقرى حاجة النبي كان لا يكتب ولا يقرأ المكتوب طب قعد بيعمل ايه بيصلي ما غنجي في صالة ما لا يقرأ بيعمل ايه بيتأمل بيتدبر بيتفكر ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام فكر ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم آية من آيات ربنا اختلاف لغتنا وألسنتنا واختلاف ألواننا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى الأنعام مختلفة النباتات مختلفة الناس مختلفة مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى البلى قادرين على أن نسوي بنانا متلئش اتنين متطابقين في بصمة الصباح سبحان الله العظيم أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من أهل التأمل والتدبر والتفكر اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى نسألك يا مولانا فلا تردنا خائبين فلا خاب من أنت مولاه ابسط علينا فضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك اللهم اغسلنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا واحفظ اللهم مصرنا من كل مكروه وسوء يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات اجعلنا لك كما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى واهدنا بهداك واجعل عملنا كله في رضاك بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين من مدينة العالمين الجديدة على أرض الكننة مصر لكم منا التحية وعليكم من الله السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر